الخير تلامذة الأعزاء في الصف الأساسي الثالث يوم الثلاثاء في الرابع والعشرون من آدار نضع أمامنا كتابة تربية ونفتح صفحة 42 موضوع درسنا اليوم هو حماية البيئة مسؤوليتنا سنعرض الأهداف نتعرف إلى التوازن البيئي نلاحظ حاجة الإنسان إلى الأكسجان وإلى الطعام من مصادره المتعددة وندرك أن حماية البيئة مسؤولية كل منا لنفهم أولا المفردات التي ستمر معنا خلال الدرس التوازن البيئي أي الوجود المتوازن للعناصر التي تتألف منها البيئة والتوازن أي التعادل عدم الاختلال بمعنى آخر أن التوازن البيئي هو العلاقة بين الكائنات الحية بطريقة تحفظ استمرار الحياة الأكسجان هو غاز موجود في الهواء والماء وضروري لحياة الكائنات الحية المحمية الطبيعية مكان يحمى للمحافظة على أنواع الحيوان والنبات الموجودة فيه أي أن المحمية الطبيعية هي مكان يحضر على الإنسان دخولها بهدف المحافظة على بعض أنواع الحيوانات أو النباتات المهددة بالانقراض لنلاحظ المستند رقم واحد ما هي الكائنات الحية التي نراها في الصورة؟ الكائنات الحية هي الإنسان، الحيوان، والنبات ما معنى الكائنات الحية؟ الكائنات الحية هي كل ما يتغذى وينمو ويتكاثر من إنسان وحيوان ونبات تتغذى الأشجار من التربة فتنمو وتتكاثر من يتغذى من النبات؟ الحيوان يتغذى من النبات ومن يتغذى من الحيوان؟ الإنسان يتغذى من الحيوان ومن يتغذى من النبات والحيوان معا؟ الإنسان يتغذى من النبات والحيوان معا؟ جيد ماذا يحصل إذا انقراضت النباتات؟ إن انقراض النباتات يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي وربما إلى انقراض الحياة ننتقل إلى فقرة نلاحظ ونكتشف مستند 2 ومستند 3 نحمي الغابة إذا أبعدنا عنها أسباب الحريق مستند 4 النباتات والأزهار البرية مفيدة وجميلة تغذي التربة وتلعب دورا في التوازن البيئي نحميها ولا نقتلعها من جذورها مستند 5 الحيوانات والطيور جزء من البيئة الطبيعية والعديد منها يحمي المزرعات ويغذيها نحمي الطيور فلا نتعرض لأعشاشها ماذا نستنتج من خلال هذه الفقرة؟ نستنتج إذا من خلال هذه الفقرة أن الشرط الأساسي لقيام البيئة الطبيعية واستمرارها هو وجود أنواع عديدة من النباتات والحيوانات التي تتعايش فيما بينها ضمن توازن يحكمه قانون المنفع المتبادلة الأنشطة والتمارين السؤال الأول نسمي ثلاثة أنواع من الطيور تأكل الحشرات الضرة وثلاثة أنواع من الحيوانات تأكل النباتات الضرة الطيور التي تأكل الحشرات الضرة هي البوم، نقار الخشب، والسنون الحيوانات التي تأكل النباتات الضرة هي البقر، الغزال، والخروف التقييم واحد شبى حريق في غابة ماذا كانت النتيجة؟ الحريق في الغابة يقضي على الحشرات والنبات الضروري في إطار التوازن البيئي اثنين لماذا يربي المزارعون النحلة في بساتينهم؟ إن تربية النحلة تساعد في تلقيح الأزهر وأيضاً لاستخراج العسل سننتقل الآن إلى فقرة قولنا والعمل في نهاية الدرس لنحفظها سوياً ماذا يعني التوازن البيئي؟ التوازن البيئي أمر ضروري لسلامة الحياة متى نستطيع القول بأننا نحمي البيئة؟ نحمي البيئة عندما نحافظ على جميع الكائنات فيها شكراً للمتابعة شكراً للمتابعة